مع الانتعاش الاقتصادي وزيادة الانفاق على المشاريع الواضحة في دول المنطقة خصوصا الخليجية منها انعكس ذلك بشكل جلي على عمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط حيث شهد النصف الأول من العام الجاري أكثر من 180 صفقة لتسجل قيمتها ارتفاعا بنسبة 36% خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2014 مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي مسجلة نحو 45 مليار دولار إلا أنها قد شهدت تراجعا خلال الربع الثالث من العام الجاري العمليات الدول كلها سواء الإمارات أو منطقة الشرق الأوسط أو في دول أخرى بتهتم بالنسبة للتدفقات أثرها على الاقتصاد الأثر على الاقتصاد بتهتم الدول كثير خصوصا المؤسسات اللي بتعمل دعاية الاستثمارات لجذبها لازم خلق قيمي مضافي لازم خلق فرص عمل ولازم يكون في عندك صادرات وفي عندك انتقال للتكنولوجيا وقد اجتمع المئات من الاقتصاديين وأصحاب التجارب العملية في هذا المجال تحت هامش مؤتمر توجهات كبرى عمليات الاندماج والاستحواذ في إمارة دبي لمناقشة آخر التوجهات العالمية في عمليات الاندماج والاستحواذ الداخلية والخارجية لدى الشركات العالمية وتناول أهم الممارسات العالمية في هذا المجال والدروس المستفادة لجهة تعزيز السياسات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر سواء في دولة الإمارات أو دول المنطقة عملية الاستحواذ مهمة ولكن مش سهلة اللي بدك تراءبه هو شو بصير بعد الاستحواذ اللي هي الانتجريشن بين الشركة الشارية والشركة اللي بعد فهون النصايح تكون واحد يخد وقته بالانتجريشن بدك تحترم الكولتشر اللي انت فتت عليها يلبرينج فاليو بتجيب كيمة مضافة بالتكنولوجيا بالأنزمة المحاسبية ولكن أهم شيء تحافظ على عنصر البشري وقد استحوذت الجهات القطرية على 45% من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة في حين شكلت عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الإماراتية والسعودية 25 و22% على التوالي وبالرغم من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك العمليات على نمو الاقتصاديات وحل العديد من المشاكل الاقتصادية إلا أنها ما زالت في طور النمو وتحتاج للمزيد من الوقت للنضوج والوصول إلى المستويات العالمية ترجمة نانسي قنقر